المرسل مواطن من جنوب المملكة يقول حججت بأسرتي وعددهم تسعة أشخاص وفي آخر يوم ذهب ابني لرمي الجمرات وأخبرني أنه رمى عنا جميعا فاعتمدت أن ذلك يجزي لعدم علمي بالحكم ثم يقول حججت وحدي مرتين وأرمي في آخر يوم قبل الزوال حيث إني أعتبر اليوم العاشر من أيامي منها التي قال الله تعالى عنها فمن تعجل في يومين الآية أرجو من فضيلة المفتي بعد الاطلاع على الجواب الشيط الأول من السؤال وهو أن ابنه رمى عنه وعن من معه بدون إذنهم وبدون توكيلهم لا يجزي هذا لا يجزي لأنهم لم يوكلوه في ذلك فعليهم بدل ما حصل فدية كل واحد عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرام لأنهم تركوا واجبا من واجبات الحج فلابد من جبره بالدم ومن لم يستطع الذبح لفقره وعسرته فإنه يصوم عشرة أيام نعم ترجمة نانسي قنقر